اخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة يا ترى اي قصته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايب قلبي اهلا بكم ما نؤمن بي وانا اعتقده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اعلمنا بيه من انه كل المسلمين هيدخلوا الجنة باذن الله ولكن وخدوا بالكو كويس اوي من لكن دي في ناس هتخش الجنة على طول وهي اللي حسناتها زادت عن سيئاتها وفي ناس تانية سيئاتها زادت عن حسناتها في الحالة دي لو ربنا سبحانه وتعالى اراد غفر للعبد او يعاقب العبد في النار بسيئاته وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من اهل الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب يبدأ المسلمين وبعد ما كل واحد فيهم يخلص على قد سيئاته بيخرج من النار ويدخل الجنة وبعد ما كلهم يخرجوا هيفضل واحد والواحد ده هو خارج من النار هتبدأ النار تسحبه ويقع ويحاول يخرج منها ويحبه وتسحبه وتلسعه ويحاول يخرج لغاية ما يخرج منها فالتفت وراه وينظر للنار ويقول تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين في اللحظة دي بيشوف ان هو اكتر واحد ربنا سبحانه وتعالى انا عم عليه في كل اللي خلقه عشان بس خرج من النار ربنا يكفينا من اننا نكون من اهلها واول ما يخرج من النار يشوف شجرة الشجرة دي تعجبه اوي شكلها جميل اوي فاقولي يا رب قربني من الشجرة دي انا عايز بس اقرب منها اعود فضلها واشرب من المياه اللي تحتها وخلاص بسعيد اوي فيقول الله عز وجل يا ابن قادة لعلي اين اعطيتك هاسألتاني غيرها لو وديتك عند الشجرة دي هتسألني حاجة تانية فالعبد يقسم ويد العهود والمواثيق يا رب لا مش هاسأل غيره فلما يروح عندها ويبدأ يتمتع بجبلها ينظر فلاقي شجرة احلى بكتير من اللي هو عندها فيقوله يا رب ممكن الشجرة التانية سكلها احلى ابنني منها انا استظل بظلها واشرب من مائها ولا اسألك غيرها فيقول الله عز وجل يا ابن قادة للم تعهدني قالها تسألني غيرها مش انت وعدت مش هتسأل حاجة تانية فيقول العبد بلا يا رب هذه لا اسألك غيرها بعد دي انا فتحطب حاجة تانية خلاص اسمعوا بقى الجملة الجميلة اوي في الحديث دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة دي وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه ربنا سبحانه وتعالى يعذر هذا العبد في طلبه المتكرر يروح للشجرة التانية ينتهي الموضوع على كده ابدا فربنا سبحانه وتعالى يظهر لي شجرة عند باب الجنة فيقوله يا رب انني منها ايه هي دي بقى انا والله هي دي انني منها استظل بظلها واشرب من مائها ولا اسألك غيرها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعهدني ألا تسألني غيرها فيقول العبد بالا يا رب وهذه لا اسألك غيرها بعد ادينا مش عايز وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيروح لغاية الشجرة اللي عند باب الجنة فيشم ريح الجنة ويسمع اصوات اهل الجنة فقلبه يحن مش قادر يصبر فيقوله اي رب ادخلنيها يا رب دخلني الجنة بس انا مش طب حاجة ادخل بس فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك انت عايز ايه ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها من اول ما ربنا خلق الدنيا لغاية ما الدنيا خلصت كله لا مش بس كله ومثلها معها فالعبد يقول لله عز وجل اتا استهزئوا مني وانت رب العالمين مش مصدق نفسه حسس انه لقمه اكيد مش صح اكيد مش انا اخر واحد هيخش الجنة واخد ملك الدنيا كله ومثلها معها مش تسألوني ما اضحك ليه عشان سيدنا بن مسعود راوي الحديث ضحك ولما سألوا ضحك ليه قالهم عشان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولما سألوا ضحك ليه صلى الله عليه وسلم قال من ضحك رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى ضحك للعبد لما قال كده يا اخوانا ربنا كريم وعظيم وحليم وعطاء لا ينفق فيقول الله عز وجل اني لا استهزئوا منك ولكني على ما اشاء قادر فأحد طرق الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر العبد ده بطلبات يطلبها فيقول له سال كذا وسال كذا وسال كذا اطلب الحاجات دي لغاية ما العبد خلاص ما يلاقيش حاجة تانية يطلبها ويبقى خلاص رضي بزيادة فيقول الله عز وجل هو لك وعشرة امثالك مش بس الحاجات اللي انت طلبتها وعشر امثالها كمان تخلق وانت ده الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى في الجنة هيديه لأسوأ مسلم على الاطلاق لآخر واحد هيخش الجنة آخر واحد اخره من النار اما الملك اول واحد عمل ازاي؟ ملك اللي تحتيه ولا اللي تحتيه عمل ازاي؟ طب ملك المقربين دول عامل ازاي؟ ما لا عين رقت ولا اذن سامعت ولا خطر على قلب بشر فبالله عليكم في حاجة تستاهل ان نخش النار ولو ثانية في حاجة تستاهل ان نتأخر عن النعيم ده ولو لحظة ايه في الدنيا والله هاد؟ اختخيل اجمل متعم اجمل حاجة حرام ممكن تكون موجودة في الدنيا تستاهل؟ والله يا ابتان ربنا سبحانه تعالى يجعلنا جميعا يا رب من اهل الجنة زي ما قلنا في الاول لغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب تمام والله هنا ايها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاع النهاردة وقبل ما تنساش تعمل دعك الفيديو وليك لصفحة الفيس بوك سابسكراب على اليوتيوب وفوره على الانستجرام شير في الخير شير في الخير دال على خير كفاعله ربنا يجعلنا جميعا يا ربي جيران كده مع بعض في الجنة ولو حاببت تدعمني يا بيترون سوف اضعك لنك دعم فاقو الكومنت على الفيس بوك او الكومنت على اليوتيوب وقو في الدسكريبشن على اليوتيوب انا بحبكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابعوا اشترك الساعة السابعة لكل فيديوهات وكالا معكم امير منير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة